اختتمت فعاليات مؤتمر حرية الدين والمعتقد في نسخته الثانية الذي استمر لمدة ثلاثة أيام بمشاركة نخبة من صانعي السياسات والقرارات في مملكة البحرين والاتحاد الأوروبي على مدى ثلاثة أيام تم مناقشة عدة ملفات هامة بهدف تعميق الفهم المشترك لحرية الأديان والمعتقدات والارتقاء بالتعاون الإنساني على عدة صعد مرحلة جديدة من سلسلة الإنجازات التي حققها مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي وهذه هي البحرين تنطلق مع ختام النسخة الثانية من مؤتمر حرية الدين والمعتقد الذي عقد خلاله عدة لقاءات وورش عمل مشتركة لبحث الموضوعات الخاصة بالملفات المطروحة والتمييز بالمخرجات التي أتت من هذه النسخة سعيدة جدا بأن أعلن عن أهم مخرجات هذا المؤتمر حيث سيتم تبني مجموعة مشتركة شبابية من مملكة البحرين والاتحاد الأوروبي لبرنامج الأمن السيبراني الذي تم تطويره في مملكة البحرين منذ 2018 وسيتم إطلاقه عالميا وسنطلق أسبوع مملكة البحرين لحرية الدين والتعايش السلمي في البرلمان الأوروبي ومواقع أخرى في بروكسل تنغم حقيقي تم الترجمته على أرض الواقع بهذا المؤتمر الذي ضم المعنيين والمهتمين والطلبة من خلال تشكيل جسر للتواصل الإنساني والتفاهم بشكل شفاف للوصول إلى الأهداف المرجوة ونقل رسالة سلام من مملكة السلام إلى العالم أجمع ألهمني الناس جدا فهم يطبقون فعلا ما يقولونه في ملف التعايش في مملكة البحرين نشوف تعزيز السلام حاليا في المملكة ينمي عندنا ويتصفات خلي المجتمع يتراس مع بعض سواء المجتمع الأوروبي الخارجي أو مجتمعنا موجود في المملكة ككل فنقدر نستضيف الكل، الكل يقدر يتواجد عندنا نحن نستفيد منهم وهما يستفيدون من عندنا سعيدة جدا باستضافتي من قبل مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي لأنه فرصة رائعة للتحاور مع أناس متعددين الديانات والمعتقدات والثقافات وهذا حوار فعال جدا أنا سعيد لأكون هنا تعلم الكثير من خلال التعاون ومن خلال تجربة البحرين في هذا المجال شواهد كثيرة لإنجازات مملكة البحرين في الملفات الإنسانية ومنها ملف حرية الأديان والمعتقدات وصورة حقيقية تعكس عن مملكة البحرين بكل مشاركة للعالم كنموذج للتعايش والسلام فالمملكة تسير على خط واضح من ماضيها العريق الذي يشكل حاضرها والمستقبل في ختام كل نسخة من مؤتمر حرية الدين والمعتقد تفتح صفحات جديدة في كتاب سلام والتعايش الذي يكتب بأنامل بحرينية وطنية ويسير أفق رؤية حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه لينشر الهوية الوطنية البحرينية ويضع بصمتها على خريطة العالم في هذا الملف الهام شوق العثمان لمركز العثمان